عبر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز وناظره السنغالي ماكي سال عن ارتياحهما لجودة العلاقات القائمة بين شعبي البلدين وأعربا مشددا عن رغبتهما في تطويرها وتعزيزها ضمانا لتنمية متكاملة في البلدين وذكر بيون مشترك صدر في ختام زيارة العمل التي قام بها الرئيس السنغالي إلان وقشط أن الجانبين وقع اتفاقا للتعاون بشأن استغلال حقل الغاز السلحفات الكبيرة أحميم الموجودة على مستوى الحدود البحرية بين البلدين كما تناول رئيسا مسألة شرط استغلال موارد الصيد وأصدرات علماتهما لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتقوية التعاون في هذا المشال سبيلا إلى توقيع اتفاق بين البلدين قبل نهاية مارس 2018 كما أعطي تعليماتهما للوزراء المكلفين بالداخلية في البلدين للاجتماع قبل نهاية شهر مارس 2018 في دكار من أجل استكمال وتوقيع اتفاق بخصوص دخول وإقامة رعاية البلدين